إذن يكون روسيا محاصرة في بحر البلطيق ماذا يعني انضمام فنلندا والسويد أيضا للناتو يعني لأن مجموعة الدول التي تحكم القطب الشمالي أصبحت كلها في الناتو في معدى روسيا ستكون روسيا في حالة عزلة أيضا نتكلم عن حدود جغرافية شريط في السابق كان حوالي 700 كيلومتر هي مجمل الحدود البرية ما بين الناتو وما بين روسيا الآن نتكلم عن 2000 يعني قرابة يعني لنقولها بصراحة خصرت روسيا فقط 1300 كيلومتر الآن حدود حيادية مع فنلندا لتصبح هذه الحدود حدود مضادة لمعسكر مضاد في النتيجة أريد أن أقول روسيا على المنح السياسي في مخرجات هذه المعركة كانت مجمل هذه العقوبات مخرجات هذه المعركة تحييد عملية الغاز الآن ووصول إلى نقطة غاز صفر توريد من خلال روسيا من مخرجات هذه المعركة إيقاف مد روسيا بالنفط وبالتالي روسيا خسرت الموارد الاقتصادية وروسيا خسرت أيضا تعاطف سياسي وروسيا خسرت حالتين حياديتين أصبحت معاديتين في معسكر الخصومة لكن سيد ياسر بالنسبة لنتيجة هذا الطلب الرسمي لتلك الدولتين كانت في لندا والسويد كل ذلك مرهون ربما في القرار التركي الذي حتى الآن يرفض انضمام فنلندا والسويد لارتباطهما أيضا بتنظيمات تصنفها أنقرة بتنظيمها منظمات إرهابية كأيضا البكيكي وحزب العمال الكردستاني